تفقد سعدة المهندس وائل بن ناصر لمبارك وزير الشؤون البلديات والزراعة أعمال التشجير والتجميل الجاري تنفيذها على امتداد جانبي ووسط شارع الشيخ خليفة بن سلمان بطول 14 كيلو مترا وأوضح الوزير لمبارك أن المشروع بار عن تكثيف زراعة مختلف الأنواع من أشجار الظل والملائمة لبيئة المملكة والمعتمدة في استراتيجية خطة التشجير التي يقدر عددها بحوالي 11.720 شجرة وشدد المبارك على موصلة الوزارة لجهودها في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة لارتقاء بالبيئة وزيادة الرقعة الخضراء ومضاعفة عدد الأشجار من مليون وثمانمائة ألف شجرة حاليا إلى قرابة ثلاثة ملايين وستمائة ألف شجرة بحلول عام 2035 وذلك ضمن التزامات مملكة البحرين ضمن أهداف الأمم الإطارية بشأن تغير المناخ اشتركوا في القناة